انتثالا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مشروع تطوير مدخل سار الجنوبي وذلك من بين 11 مشروعا من المشاريع العاجلة التي تنفذها الوزارة ضمن إجراءات الحزمة التحسينية لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقطعات الحيوية لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة في عدد من شوارع المملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدأ العمل في تنفيذ مشروع تطوير مدخل سار الجنوبي وفق خطة قصيرة المدى وتضم 11 مشروعا عاجلا كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ مليار ومائتي ألف دولار أمريكي ضمن برنامج التنمية الخليجي خلال عامين والذي سيكون له دور لافت في إحداث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات طبعا هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع عاجلة سريعة التنفيذ وتوجهات من سمو ولي العهد تتضمن معالجة نقاط الاختناق المروري عند بعض التقاطعات وعلى بعض الطرق الرئيسية في مملكة البحرين تطوير شارع 27 الرابط من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى منطقة سار الحديثة هناك ثلاث مشاكل رئيسية تحتم علينا القيام بهذا التطوير المشكلة الأولى هي ضيق العطاف يمينا إلى شارع 27 من شارع الشيخ عيسى بن سلمان وبالتالي فإن المشروع يتضمن خلق إنحناء أفضل ما يؤدي إلى إنسيابية أفضل لحركة المرور باتجاه سار المشكلة الثانية هي وجود مجمع تجاري قائم ومجمع آخر على وشك الانتهاء ما يؤدي إلى تكدس الكثير من العربات أمام التقاطعات وبدوره يؤدي إلى تكدس السيارات إلى الشارع العام المشروع تضمن خلق مسارات جديدة للنعطاف يسارا عند هذين المجمعين التجاريين كذلك المشكلة أو العنصر الآخر الذي أدى إلى تكدس السيارات وتعطل الحركة السير هو النشاط الإعماري المتسارع في هذه المنطقة نشهد نسبة كبيرة جدا من رخص البناء ونمو الكثير من العمارات في هذه المنطقة هذا الشارع في الوقت الحالي يستقبل 16 و200 ألف مركبة يوميا فيما يصل عدد المركبات الخارجة من هذا الشارع حوالي 6000 مركبة بشكل يومي ومن خلال المتابعة المستمرة لهذا الطريق فإن عدد مرتادي تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع 27 يبلغ 2100 مركبة في الساعة خلال وقت الذروة الصباحية و 1700 مركبة خلال وقت الذروة المسائية وذلك في كل الاتجاهين تطوير المدخل في الوقت الحالي من شأنه أن يساهم في تسريع سياب الحركة المرورية للداخلين إلى المنطقة كما أنه سيساهم في التخلص من امتداد طوابير المركبات على شارع الشيخ عيسى بن سلمان كما أنه سيرفع من نسبة الطاقة الاستيعابية للمدخل بنسبة 40% وسيساهم في الوقت ذاته في خفض الازدحام المروري وسيقلل من زمن الانتظار يأتي مشروع تطوير شارع 27 بمنطقة سار كشاهد على النمو السكني والضرار للحركة التجارية والاستثمارية التي تشهدها المملكة مؤخرا وهو ما تصب إليه الخطط التنموية التي يرسمها سمو ولي العهد لتسهيل الوصول إليها حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين